أحمد فتحي أحمد فتحي بكل المقاييس حدوتة كروية مصرية أهلوية أحمد فتحي بلا جدال واحد من أندر الحالات اللي قدرت تحافظ على مستوها لسنوات طويلة جدا من العطاء وإن شاء الله يستمر بنفس القوة في هذه المرحلة لا ينظر إلى اعتبارات وعمل السن أحمد فتحي بيحتفل بعيد ميلاده رقم 35 تهنئة من النادي الأهلي على الصفحة الرسمية تهنئة من مجموعة كبيرة من أصدقاء وزملاء النجوم الحاليين والسابقين خلونا نرجع بعد متابعة الفقرة التالية ونعود للحديث عن هذا النجم الكبير أحمد فتحي هدف هو الأجمل هدف هو الأحلى هدف هو مرع الله 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 هدف عالمي يا ولد يا ولد يا ولد أحمد فتحي أحمد فتحي مش ممكن يا جماعة مش ممكن يا ولد يا ولد يا أحمد يا فتحي مشكلة بتواجه كل لعب كورة في مصر أو في العالم أنه في مرحلة معينة بعد سن الواحد وثلاثين أو الاثنين وثلاثين بتبدأ الناس مع أي تأخر في مستوى اللاعب أو أي تراجع في مستوى أو اهتزاز في مستوى في مباراة أو أكتر أو إصابة لقدر الله بتبعده ولو قليلاً عن الملعب يقول له كفاية عليك اعتزل اللاعب ده كبر خلاص اللاعب ده خلاص ما عندهش حاجة جديدة يقدر يقدر يقدمها الفريق أو لمنتخب بلده ودي مشكلة طبعاً وجهها النجم الكبير أحمد فتحي في الفترة اللي فاتت بعض الناس انتقدته بعض الناس قالت هل يستطيع العطاء هل يستطيع أن ينافس اللاعبين الأصغر سناً أحمد فتحي بدأ يبعد عن صفوف المنتخب إلى آخر هذه الأمور اللاعب دخل في تحدي مع نفسه لم ينظر إلى أي اعتبارات خاصة بعامل العمر أو مرحلة العمرية اللي هو فيها وهو أثبت للجميع قدراته عد بقوة أداءه في أفضل حالاته مع النادي الأهلي شفنا مستوى الأداء في مباراة السوبر في افتتاح هذا الموسم أمام فريق الزمالج وفوز النادي الأهلي بهذه البطولة افتتاحية هذا الموسم وشكل الأداء الرائع تحت قيادة فيلر وجهازه المعاون في كل أشياء بأحمد فتحي مش بس الخبرة في الملعب أو عامل الخبرة وتأثيره كمان الجانب البدني والجانب الخاص بدوره كقائد في الملعب توجيه زميل وروح القتالية لهم مميز بها الجانب الفني كان أداءه أكتر من رائع دفاعياً وهجومية أحمد فتحي بيفرد نفسه من جديد على صفوف منتخبنا الوطني الأول وعلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كابتر حسام البدري ويعود بقوة بعد استبعاده خلال فترات سابقة وكان فيها جدل كبير جداً حول إبعاد أحمد فتحي أو ابتعده عن المنتخب ولو لفترة وإذا كان في الحالة دي كان فعلاً يستحق الانضبام ولا لا لأنه كانت مهمة جداً وورقة مهمة جداً من الأوراق الرابحة سواء في النادي الأهلي أو في منتخبنا الوطني الأول حتى يومنا هذا وإن شاء الله يكون لديه المزيد لتقديمه في فترة جاية الكل بيجمع على أن هذا اللاعب من اللاعبين اللي بيمثله علامات مضيئة جداً في تاريخ الكرة المصرية وفي النادي الأهلي وحالات ندرة جداً بتدل على أن العطاء والاجتهاد والتركيز بيتفوق على اعتبارات تقليدية وكلاسيكية هي عامل السن وإذا كان السن ده هو الأقرب لاعتزال اللاعب وأن اللاعب وصل لمرحلة عمرية لازم يبتعد فيها ولا لا أحمد فتحي لم ينظر لهذه الاعتبارات وعد بقوة ودخل في حسابات المنتخب وعد لمنتخب مصر كمان في احتفال آخر مش بس من النادي الأهلي من منتخبنا الوطني والجهاز الفني بعيد ميلاد نجمنا نجم الكبير أحمد فتحي